بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهوري النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع لكن بالتأكيد حلقة هيكون فيها تفاصيل وكواليس وأخبار مهمة جدا وأخبار متنوعة أخبار تخص منتخبنا الوطني اللي خلاص أغلق ملف التصفيات الإفراقية المهلة لكأس العالم والفترة الجاية الشغل الشاغل هيكون كيف يستعد منتخبنا الوطني لكأس الأمم الإفريقية في القدفور في الفترة من 13 يناير حتى 12 فبراير من العام المقبل 20-24 كمان هنتكلم عن الاستعدادات الأخيرة الخاصة بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني أولى المباريات والمرحلة الأولى في المجموعة الرابعة يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساء على أستاذ السلام مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا بصافرة وتقم تحكيم من مالي اليوم أجازة لكن بالتأكيد هيكون عندنا شوية أخبار عن الفريق خاصة أن بكرة وبعده آخر التدريبات قبل الدخول في معسكر مغلق كمان عندنا تفاصيل مهمة جدا عن آخر القرارات المتعلقة بالأيفاب في بعض القرارات اللي ممكن يبافأت عديلات على قوانين اللعبة في اجتماع الأسبوع المقبل وكمان المنظمة المصرية اللي مكافحة المنشطات أعلنت منذ قليل أن أول يناير عشرين أربعة وعشرين قرارات مهمة جدا بدخول الترامدول ضمن المواد المحزورة على اللاعبين الرياضيين ككشف المنشطات في الفترة القادمة حالة فيها كهوليس كتيرة تفاصيل مهمة ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وعيز الجمهور اللي بيتابعنا وبيشارك معنا دايما في برنامج الترندي وجه رسالة للعيب الأهل والجهاز الفني قبل بداية دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا تدار توجهوا كل رسائلكم من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من رسائلكم على الدعم والمسندة في أول مباراة الأهل في دور المجموعات خاصة أن الأهل هو حامل اللقب هذه البطولة في النسخة الأخيرة بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي في نهاي العام الماضي لكن بسرعة نروح لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم وكمان ميديا ما يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي وفي التريند العالمي كلاسيكو الأرض حديث العالم مباراة كانت مباراة أو مش مباراة فجل اليوم كانت مباراة قوية جدا ومصيرة في أحداثها وفي كواليسها وفي المدرجات قبل ما تكون في الملعب المباراة اللي ما بين البرازيل والأرجنتين اللي أقيمت في ريوت جانيرو على ملعب مراكانا والمباراة أخرت نصف ساعة وقرار ميسي قائد الأرجنتين بعدم البداية في هذا اللقاء إلا بعد حفظ الأمن لجماهير الكرة الأرجنتينية اللي زحفت إلى ريوت جانيرو لمؤذرة منتخب الأرجنتين كانت مباراة مصيرة جدا أحداثة ولكن نجح المنتخب الأرجنتيني كمنتخب وحيد لفوز على البرازيل على أرضه ووسط جمهوره بهدف مقابل لا شيء طيب نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس أهلا بحضراتكم من جديد قبل ما أبدأ في أي تفاصيل متعلقة بمواجهة الآلي مع ميدياما الغاني عندي كلام مهم جدا يخص منتخبنا الوطن النهاردة احنا بنتكلم في 22 نوفمبر يعني ما يقرب من حوالي شهر ونص على موعد انطلاق جأس الأمم الأفريقية يعني من 45 إلى 50 يوم الانطلاق يوم 13 يناير فبنتكلم في 50 يوم بإذن الله على بداية مشوار منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية مجموعة مصر كلنا عارفين بالتأكيد ده غانا موزنبيق الرأس الأخضر المجموعة ليست سهلة وليست صعبة مجموعة متوسطة ولكن في تفاصيل مهمة جدا تخص المنتخب الوطني في الفترة اللي جاي وفترة الخمسين يوم أو الخمسة واربعين يوم المقبلين يعني المفروض الفترة اللي جاي يكون الجهاز الفني والإداري بيشتغل على التحضير لهذه البطولة أولا انت بتلعب بطولة في منطقة غرب إفريقيا ففيها تفاصيل كتير قوي محتاجة شغل كتير وتنصيق مهمة في الفترة اللي جاي بداية في الشق الفني رسميا رسميا قيمة كل منتخب هيشارك في كاس الوطن الفريقية الحد الأدنى 23 لعب الحد الأدنى 23 لعب ولكن إذا كان لدى أي جهاز فني الرغبة في زيادة القيمة إلى 27 يحق لكل منتخب إضافة أربع لعبين خلال البطولة وبالتالي هذا شرط اختياري وليس شرط اجباري القيمة الأساسية لمنتخبنا ولأي منتخب في كاس الأمم 23 لعب ولكن بعد طلبات عديدة تقدمت للجنة المنظمة لكاس الأمم في الكاف الكاف وافق على زيادة العدد اختياريا وليس الزميا من 23 ل27 يعني يبع فيه أربع لعيبة زيادة الأربع لعيبة هيتعامله زي يوم زي 23 في البطولة يعني النهاردة انت هتلعب مع غانا اخترت 23 جت لعب الرأس الأخضر لك الحق انك تغير من 23 في الاربع الإضافيين اللي موجودين فبالتالي الاربع مع 23 موجودين في البطولة من دي وان ما فيش أي مشكلة ولكن كناحية إدارية الاتحاد الأفريقي لن يتحمل نفقات وصفر إلا 23 لعب فقط إلا 23 لعب فقط وبالتالي فيتوريا هيختار 23 شاف انه ممكن يضم الاربع اوكي هيضم الاربع ويتعامل خلال البطولة بالاستفادة من الاربع مع ال23 ولكن تكاليف صفر الاربع اللي عابين الإضافيين وتكاليف الإقامة وكل شيء هيبقى على حساب الاتحاد المصري مش على اللجنة المنظمة المحلية ولا على الاتحاد الافريقي في اتحادات ممكن يعني تأيد 23 في اتحادات ممكن تأيد 25-27 كل اتحاد وليه الحرية المطلقة ولكن ليس إجباريا أنك تأيد 27 لعب طيب الجزئة التانية في مواعيد الكاف حددها كديد لاين عشان التسجيل في الفترة اللي جاية فيه سيستم تم إعداده على سيستم الكاف لتسجيل اللاعبين مبدئيا عندك قيمة أساسية تقدر تختار 55 لعب بحد أقصى قبل يوم 14 ديسمبر يعني النهاردة 22 نوفمبر قدامك 3 أسابيع عشان تسجل 55 لعب هتختار من 55-23 أو 27 بحد أقصى يبقى أنت من 55 هتختار 23 حد أدنى أو 27 حد أقصى إمتى؟ قبل منتصف ليل 13-3 يناير قبل منتصف ليل 3 يناير يعني قبل انطلاق البطولة بعشر أيام طيب أي اتحاد وطني أي منتخب اتأخر في التسجيل هيدفع غرامة 20 ألف دولار والغرامة الأقوى اللي هي الغرامة الفنية بدل ما تسجل 27 أو 25 أو 23 لعب لأ هتتعاقب وتسجل 21 لعب فقط وبالتالي الموعيد دي موعيد مهمة جداً لازم الكل يلتزم بيها خلال الفترة اللي جاي الجزئية التانية وهي الجزئية الإدارية لما طرحت من عدة أيام كده فكرة إن اللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الأفريقي عامل نظام إقامة ويعاشة في كاس الأمم مختلف تماماً عما حدث في البطولات اللي فاتت جات لي ردود أفعال من بعض المسؤولين في اتحاد الكورة قالوا لي إن ساعة إجراء مراسم القرعة من حوالي شهر ونص يعني كان فيه مندوب من الاتحاد كان موجود في القدفور وظهر عدة ملاعب واطمئنة على الأمور الجزئية المتعلقة بالفنادق والتنقلات وكده لأن منتخبنا في المجموعة التانية فيلعب فيه أبيتجان هيلعب فيه أبيتجان ولكن ما حد مش لغاية دلوقتي في الاتحاد فكر فيما هو بعد يعني فيما بعد دور المجموعات إنت أكيد بإذن الله ربنا يا كرامك هتتأهل نحن عارفين نظام التأهل هو ست مجموعات أول وتاني هيبقوا 12 فريق وأفضل أربع توالد فيبقوا 16 فريق فأكيد يعني منتخبنا عنده خصوص كبيرة جدا في التأهل لدور 16 ولكن من دور 16 هتغير مكانك وهتغير الملعب بتلعب فيه على حسب ترتيبك في المجموعة لو أنت أول على غانة وموظمبيك والرأس الأخر هتستمر في أبيتجان لو أنت لقدر الله تاني أو تالت هتنتقل إلى مدن أخر وصلي معلومات أن الفترة اللي جاية اتحاده كورا فيه اتجاه أنه يصفى ثلاثة من أعضاء الجهاز مع مسؤولين في الاتحاد عشان يبدأوا يشوفوا حجز الإقامة والفنادق والانتقالات والأمور دي كلها أنا كل اللي أتمنى مش فكرة أنك تركز على اللعبة في أبيتجان بس ليه؟ أبيتجان وياما سكره دي المدينة التانية هيتلعب فيه مباراة المجموعة الأولى والتانية والتالتة واستكمال مباراة في دول الستاشة والربع النهائي والنصف النهائي والنهائي في أبيتجان المدينتين دول أبيتجان وياما سكره في كودفور ما فهم شيء مشاكل فنضق على مستوى سيفين ستارز وفيف ستارز حاجة فخمة جدا في الكودفور ولكن الأزمة فين بقى؟ في تلات مدن منتخبنا ممكن ينتقل إليهم في أي وقت تبقى لترتيب المجموعة مدينة بواكيه مدينة كورهوجو وسان بيدرو التلات مدن ما فهمش فنادق على بلاطة كده نجيب بالآخر يعني التلات مدن ما فهمش فنادق طب الناس هتقعد فين؟ الاتحاد الافريقي عمل مع اللجنة المنظمة المحلية حاجة ظريفة قوي مش ظريفة يعني حاجة كويسة لأ حاجة ظريفة جدا ما حصلتش قبل كده أنشأ مخيمات أنشأ مخيمات في التلات مدن أطلق عليها سيتي كان كلمة كان دي اختصار يعني للأفكون اللي هي بتاعة كاسو الأمم وسمها سيتي يعني المدينة مدينة البطولة أو مدينة كاسو الأمم بس المدينة فيما معناها عشان أقرب لكم المسافات شوية لما بتتلعب دورة الألعاب الأولمبية بيبقى في حاجة اسمها القرية الأولمبية مع الفرخ الشاسع طبعا في التشبيه يعني القرية الأولمبية اللي تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولة اللي هتبقى في باريس اللي جاية يعني وفي بورتو وتورينو وكذا ما كان في فرنسا حاجة مختلفة تماما يعني ولكن أشبه بالمخيمات في المدن اللي هتقام فيها كاسو الأمم لنا أطلقوا عليها بواكي كورهوجو وسان بيدرو المخيمات دي مش هنكتفي أن هي مخيمات وقرية كده مبنية صغيرة تقعد فيها المنتخبات لا ده كل قرية من دول مثلا اللي هي سيتي كان عيب فيها مثلا أربع منتخبات زون هيقعد فيه منتخبين وزون تاني هيقعد فيه منتخبين عايز أفطر أتغدى أتعشى ما فيه مواعيد للأكل لكل منتخب التخزية عنصر مهمة في البطولات اللي زي زي لازم تحجز وتحدد معاد المطعم اللي انت عايز تدخل فيه يعني حتى المطعم مش مداح لك في أي وقت المطعم شرك يعني فيه شراكة كده بين المنتخبات في المطاعم فيه شراكة ما بين المنتخبات في قاعة الاجتماعات فيه شراكة ما بين المنتخبات في صالة الجيمانيزيوم ده كلام لأول مرة يحصل أنا أول مرة تخيل يعني أشوف كاس أمم بيتلعب بالشكل ده ومش قادر أتخيل إزاي الكافي وافي على كده إن فيه تلات مدن من أصل خمس مدن هيصطدي في البطولة ما فهمش فندق حتى على الأقل أربع نجوم فندق أربع نجوم ده مش موجود فالمنتخب عشان يروح المدن دي لازم من دلوقتي مش لما تروح البطولة لا من دلوقتي تعرف أنت هتعمل إيه هتستجيب وتقعد في المخيمات دي وتحجز الفطر بتاعك الساعة كذا يوم كذا والقاعة الساعة كذا يوم كذا أعتقد الأمر ده مش هياجب فيتوريو هتبقى مشكلة كبيرة جدا فلازم الناس تسافر من بدري تجاهز للتفاصيل دي معلوماتي إن المغرب حجزت في مكان تاني بعيد عن الأماكن اللي حددتها الكاف تونس هتبقى موجودة في مبيت لإعلاقة بجالية تونسية بعيدة تماماً على اللي موجود ده وبالتالي منتخب مصر لقدر الله إذا وصل للدول دي أو المدن دي في المشوار ده لازم يحدد طريق من دلوقتي لأن لو ما حصلش كده اللعيبة والجهاز بصراحة يعني هتبقى الأمور صعبة جداً كمعيشة وكاستعدادات خلال البطولة وارد تواجه المغرب والمغرب قاعدة في المدن دي ومن بأول البطولة وجاهزة فالوضع بالنسبة لها أفضل كتير فالجزء الإداري ده لا يقل أهمية عن الناحية الفنية آخر حاجة كل منتخب هيسافر لجنة المنظمة المحلية والاتحادة لفريقيا هيتحمل تكلفة سفر وإقامة أربعين فرد فقط أربعين فرد فقط وبالتالي لما المنتخب يسافر بـ 23 لعب زائد 17 مسؤول اللي هو جهاز فني وإداري وطبي وعمال مهمات مع رئيس البعثة وأعضاء من اتحاد الكورة العرض لا ينزلين عن 17 طب الناس ممكن تقولي تم 23 ممكن نخللهم 27 لعب والـ 17 إداري ومسؤول يبقوا 13 بدل 17 لا الكاف رفض قالك أنا هتحمل 23 لعب بس والـ 17 جهاز فني وإداري ومسؤولين دول 17 بس أي زيادة عن الـ 23 والـ 17 الاتحاد الوطني يتحمل التكلفة وبالتالي دي كانت آخر تفاصيل المتعلقة بالترتيبات التنظيمية والفنية خلال الفترة اللي جاية المتعلقة بكاس الأمم البطولة هتبدأ 13 يناير أي لاعب هياخد انذار وانذار في المباراة الثانية هيغيب المباراة الثالثة يعني البطولة كاس الأمم انذارين تغيب المباراة الثالثة في البطولة أي منتخب لعب توعتاخد أربع انذارات في المباراة واحدة في غرامة مالية تقدر بحوالي 10 تلاف دولار ففي تفاصيل كتيرة الاتحاد الافريقي أخطر بها المنتخبات المشاركة في الفترة اللي جاية ومعلومات إن المنتخب المفروض في اجتماع في الساعات اللي جاية وفي وفدة هيسافر عشان يشوف المشاكل اللي أنا كنت طرحتها في الأيام الماضية كل التوفير لمنتخبنا زي ما بنقوم بدورنا مع الأهلي ومع باية الأندية في الأمور الإفريقية والمسابقات الإفريقية كان لازم كمان نركز على دور منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا عن مباراة الأهلي وميدياما الغاني أهلا بحضراتكم من جديد الموضوع اللي معاهي دلوقتي متعلق باستعادلات الأهلي لموجهة ميدياما الغاني في أولى مباراة المجموعة الرابعة في دور أبطال إفريقية على فكرة من النقاط الغريبة شوية في جدوى المباراة البطولة لأن الكاف حتى كل جدوى المباراة لغاية الجولة الرابعة قبل انطلاق كأس الأمم وآخر جولتين عايبقوا بعد كأس الأمم إن شاء الله في الأسبوع الأخير من شهر فبراير لكن اللفت للنظر وببسط على جدوى المباراة بأسماء الحكام كل مباراة الأهلي في دور المجموعات هتكون المباراة التانية بعد المباراة الأولى للفرق المنفسة يعني مثلا هديكم مثال بوليسداد هيلعب يانجي أفريكانز يوم الجمعة 24 نوفمبر الآن هيلعب 25 نوفمبر مع ميدياما الغاني في الجولة التانية هتلاقي مثلا أهلي بيلعب يانجي أفريكانز في تنزانيا يوم السبت 2012 يوم 1-12 طبعا ميدياما بيلعب بوليسداد في غانا الجولة التالتة هتلاقي مثلا ميدياما بيلعب يوم الجمعة 18 مع يانجي أفريكانز هتلاقي الأهلي بيلعب يوم السبت فنتاج المباراة اللي هتسبق الأهلي أكيد هتكون حاسمة وبتفرق كتير جدا ممكن تكون إيجابية لقدر الله أو سلبية فدعا نشوفه في الفترة اللي جاية مزيد من التفاصيل أكيد عشان نلقي الدوق ونحلل انطلاقة الأهلي في البطولة ودور المجموعات وكمان ممكن لو إن شاء الله عندنا وقت مناسب يتكلم كمان عن تصفيات كاس العالم في القرى الإفريقية نروح مباشرة من خلال تقنية تزوم مع الزميل العزيز أيمان جلبرتو المحلل الفني أيمان مساء الخير تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناة الأهلي محمد تحياتي ليك وكل متابعي ومشاهدي قناة الأهلي ودايما بمبسوط وأنا موجود معاك ودايما كده بتمتعنا وبتعلمنا حاجات جديدة في أفريقيا ودهالزها كل يوم نكتشف في حاجات جديدة لذا أنت لسه داخل على كاس الأهم هتستمتع بالتفاصيل اللي جاية حاجات يعني ما سمعتش عانا قبل كده هل أنت سمعت قبل كده فكرة أن المنتخبات تروح تلعب في مدن؟ ما فيهاش فنادق أصلا جديدة دي على فكرة أعتقد يعني حتى أيام زمان ما كانش فيه كلام دي كان زمان على فيه فنادق كده اللي هو بيشتكوا منها بس فيه فنادق لكن دلوقتي اللي انت بتقول عليه ده غريب جدا بس يعني أفريقيا بنات تماما يعني كل فترة في حاجات فيها بتتحسن ولكن بالتأكيد إن قارة أفريقيا تبقى كلها نموزاجية ده أمر ممكن يعني ياخد وقت أطول من كده طيب عشان وقتنا نبدأ معك بسرعة كده مباريات الأهل في دور أبطال إفريقيا الانطلاقة مع مدياما الغاني والجزاية اللي اتكلمت فيها إن كل مباريات الأهل هتكون في اليوم التالي لمواجهة الفرق أو الفرق المنافسة اللي هتلعب قبل الأهل بيوم يعني أعتقد هي لها زي ما أنت قلت عاملين ممكن يبقى عامل إيجابي لك أن أي تعصر في المباريات دي يبقى بالنسبة لك نقطة كويسة أن أنت تبقى بتلعب بالماتش بتاعك وإنت برضو عارف موقف المجموعة ماشي إزاي وطبعا ساعات بيبقى ضغط عليك لو الأمور مش ماشية في صالحك ولكن في النهاية خبرات لعبت الندي الأهلي من المفترض أنها تتكلمة لكي أفريقا لكي أفريقا لكي أفريقا لكي أفريقا لكي أفريقا لكي أفريقا لكي أف تجاوز كل الأمور دي يعني لازم لعبت الأهلي تبقى في اعتبارها طبعا زي ما نتكلم دايما أن في الكورة ما فيش حاجة سهلة ولكن المجموعة حاليا مجموعة جيدة يعني مجموعة بالنسبة لنادي الأهلي كتصنيف أول ما نقدرش نقول عليها مجموعة شديدة القوة ولا مجموعة سهلية مجموعة متوسطة المستوى النادي الأهلي يقدر أنه يتعامل معها بخبراته وبالمجموعة اللي موجودة من اللاعبين بأفضل شكل ممكن أن أنت في ضغط المباريات اللي انت تكلمت عليها طبعا كاس الأمم ولكن احنا عندنا كمان كاس عالم للأندية يعني ممكن يبقى شيء إيجابي جدا أن انت تحصد العلامة الكاملة لو يعني ربنا يقدر لنا هذا أن احنا نحصد العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات قبل كاس العالم للأندية وقبل كاس الأمم ده هيسهلك كتير قوي لأن بعد كاس الأمم زي ما كلنا عارفين هيبقى فيه ضغط مباريات رهيب يعني ده يعني احنا نتكلم قبل كاس الأمم عندك مباراة في كاس العالم للأندية بشكل مبدئي. تماما أنهم يجبوا ثلاثة إن شاء الله. وعندك المباراة بإذن الله. يعني المباراة بشكل مبدئي إن شاء الله يبقوا مباراة في كاس السوبر اللي في الإمارات. فنهاردة أنت بص قبل كاس العامل الأندية أو في فترة عفوا قبل كاس الأمم عندك ضغط عامل إزاي. ما بالك بعد كاس الأمم. فترتيب المجموعة وترتيب المباراة من وجهة نظري يعني جيد للنادي الأهلي إن هو يخرج بأفضل نتائج وأفضل عدد النقاط ممكن. فريق ميدياما الغاني. يمكن الآلة على فكرة ما بصل في الأرقام والإحصائيات. الآلة مش من الفرق اللي كعبها عالي على الفرق الغانية. يعني الآلة مثلا لعب مع الفرق الغانية حوالي خمستاشر ستاشر مباراة. كسب ستة. اتعادل خمسة. خسر خمسة. فشايف الرقم ده زي. خاصة لما كان بيلاعب طبعا هارسف أوك أو أشان تكتوكو. مش بفرقة ميدياما. ميدياما لسه فريق حديث العهد شوية. ولكن النقطة دي شايفها ازاي يا أيمن. والنقطة التانية فريق ميدياما كمان على المستوى الفني. لو عندك تفاصيل أو معلومات عنه. يعني يمكن للأمانة لسه ما يعني ما توغلناش قوي فكرة ميدياما. لأنه بالنسبة لنا برضو منافس يعتبر جديد. اسم جديد علينا في الكرة يعني في المجموعات الأهلي في السنين الأخيرة. مش معتاد أن احنا نلعف مع فريق من غانا في الفترة الأخيرة. وكمان الفريق ميدياما نفسه اسمه جديد بالنسبة لنا. ممكن ده برضو يكون عامل جيد. انت يعني انه منافس في المستوى الرابع بتاعك. فما يبقاش يعني بقوة عشان دي كوتوكو. بقوة هارتس بوكو. ممكن يكون ملاعب كمان في غانا. اتحسنت انت برضو الظروف زمان لما كنت بتروح تلاعب فرق غانا. الوضع كان بيبقى مختلف. كمان كوتوكو. هارتس بوكو. فرق ليها تاريخ وليها تصنيف في أفريقيا وقت ما كنت بتلعبها. فدي اعتقد عوامل مختلفة. يمكن التاريخ زي ما انت بتقول التاريخ رقميا متقارب. ولكن في الوقت الحالي. يعني اعتقد ان لا المنافس من المفترض ان هو يكون في متناول النادي الاهلي كبداية المباراة على ارضنا هنا في مصر. فلا انا شايف يعني دي اما مش هيكون زي عشان تكتوكو. مش زي هارتس بوكو كالتاريخ. فليتاريخ ممكن طبعا الطموح بتاعه بيفرق الفرق. عايزة تظهر الجانب الايجابي بتاعها. شوفنا كمان تصريحات لمسؤوليهم بيحاول ان هم برضي جانب ايجابي من عندهم. ان هم مركزين وعايزين نعرف الملعب عشان نيجي نبقى جهزين للعيبة بتاعتنا الحارز بتاعهم بكال انه عايز يخرج من القاهرة. فهم يعني هم عايزين يظهروا نفسهم في القارة بشكل جيد. فده برضو سلاح زوحدين. ان هو ممكن يجي عايز يفتح الخطوط قدام النادي الاهلي يلعب بشكل طبيعي. فالنادي الاهلي يقدر نواه يخطف كده او ممكن الجانب الاخر نواه يحاول يقفل زي اي فرقة بتيجي تنعب الاهلي هنا في القارة يقفل كله. وبالتالي يعني يصعب الامور عندي الاهلي ولكن ان شاء الله يبقى تبقى يعني تلات نقطة بإذن الله في المتناول. طيب الجزء الاخير معاك عشان وقتنا. تصفيات افريقيا المهيلة لكاس العالم الجولة اللولة والتانية. تعليقك على التصفيات اجمالا. وكمان تعليقك على مشوار منتخبنا وست نقاط بعد الفوز على الجبوتي والسيرليون. يعني للأمانة تصفيات من المفترض انها يكون بالنسبة للمنتخبات الكبيرة في الوقت الحالي هي اسهل تصفيات ممكن يكون مررت عليهم. تحديدا منتخب مصر انا شايف ان المجموعة حتى لو بنتكلم عن بوركينا فاسو او غينيا بيساو كفرق مصنفة معاك يعني برضو مش منتخبات يعني اللي هي ما منتكلمش في مالي غانا جنوب افريقيا الفرق اللي هي ممكن تزاحم معاك يعني ولكن المؤشر اللي ممكن يهلقك ان انت شفت مثلا فرقة زي جزر القمر في مجموعة غانا ومالي لانا كنا شايفينها هتبقى المنافسة ما بين غانا ومالي لا اما جزر القمر العالمة الكاملة نهاردة من المطشين بتتكلم من نيجيريا مثلا ما بتكسبش اول مطشين جنوب افريقيا بتخسر من رواندا يعني رواندا نهاردة في مجموعة جنوب افريقيا موجودة يعني موجودة ضمن مع اربع نقاط اعتقدت الصدارة فالنهاردة لا انت بتتكلم في ان المفاجئات موجودة يعني لو نتكلم في اول جولة المفاجئات موجودة ولكن لسه بدري يعني لسه بدري يعني لسه بدري اوي انت خلاص لعبنا مطشين للمطشين التانيين لسه سنتين لسه السنة جاية الزبط ولسه بقيت التصفيات اللي هي المراحل الحاسمة فيها هتستكمل في عشرين خمسة وعشرين فلسه بدري اوي ولكن مش شيء جيد لمنتخبنا ان انت في المباريات السهلة جبت الست نقاط تصدرت لان هي فعلا مش محتاجة يعني للامانة انا مقدرش اتكلم وصعب الامور اه ممكن نعلق على الاداء نعلق على بعض الاختيارات نتكلم في الامور الادارية زي ما انت اتكلمت كده في شق الاداريات ان المنتخب مصر اداريا انا شايف ان عنده مشكلة اكبر منها انها فنيا ولكن المجموعة يبص ما نقدرش نصعب يا محمد اصلا وصعبنا الامور في مجموعة زي دي بقى نقفلها يعني بجد نقفلها ونقعد لان تسع منتخبات لو هلسه نتكلم ان احنا نروح ملحق لسه نتكلم ان احنا ما نصعطش من تسع منتخبات تبقى يعني قائمة في حقنا فلا والامور سهلة ولازم نعرف ان احنا منتخب مصر منتخب مصنف يعني الفترة الاخيرة فيه مستويات فيه مشاكل لا احنا من مجموعة كل الاحترام طبعا لكل المنتخبات وكل الملاعب ولكن في مجموعة زي اللي احنا فيها دي لازم نبقى نتكلم ان احنا ضمنين التأهل بنسبة 80% على الاقل يعني بإذن الله الزميل العزيز ايمان جيلبرتو المحلل الفن لقناة الاقلي شكرا جزيلا ليك اضافة كالعادة معنا في برنامج التريندو كلام وتفاصيل مهمة جدا عن مشوار الاقلي وعن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم فاصل ثم نواصل طيب عندي كلام مهم جدا عن اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل في الايفاب مجلس الاتحاد الدولي بخصوص تعديلات جديدة على قانون لعبة كرة القدم من جديد ليه بقى؟ اولا فيه اربع نقاط هتتقاش في اجتماع الايفاب الاسبوع اللي جاي اولا هيكون فيه تعديلات على عقوبة لمسة اليد متى يتم احتساب ركلة الجزاء كنا عارفين الفترة الاخيرة ان كان حصل تعديل برضو في السيزون الماضي ان لما تحسب ركلة الجزاء معيار اظهار الكارت الاصفر او الكارت الاحمر بيختلف من حالة لحالة بمعنى ان انت لو مواجه للمرمى وامكانية احراز الهدف او فرصة محققة ممكن يكون فيها كارتة احمر خلاف ذلك لو لمست يد بيقولك ما تعاقبش اللاعب مرتين انت حسبت ركلة الجزاء ما يكونش فيه انذار فبتبقى فيه حالة محددة للقرار الادارة هيحصل تعديلات تاني على هذه العقوبة الادارية يعني انت حسبت ركلة الجزاء هيكون فيه تعديلات على العقوبة الادارية اللي بتصدر من الحكم تجاه اللاعب المخالف كمان هيكون فيه تحديثات على تقنية الفيديو الـ VAR فيه تحديثات هتم على تقنية الفيديو فيه الاجتماع اللي هيتم الاسبوع المقبل فيه على فكرة الامور في الامور الديجيتال والتقنيات المتعلقة بالVAR بتجري بسرعة احنا في الدور المصري لما بنشتغل على تقنية الفار فين وفين على ما بنقرب من اي حاجة الفيفا بيطبقها فالفرجن السابع ولا التامل اللي جاي هيكون في اجتماع الاسبوع اللي جاي عشان يحصل تحديث تاني كمان الوقت الضايع فترة الاخيرة شفتنا مباريات كتيرة ممكن الوقت الضايع يوصل لعشر دقايق وخمساشر دقايق بتتكلم على شوت اضافي الواحد ممكن يتلعب جوا الشوت الاول او الشوت التاني الايفاب هينقش مش فكرة الوقت الضايع هينقش حاجة تانية خالص الاضطرابات النتيجة عن السلوك اللي بيصدر من بعض اللاعبين لزيادة الوقت الضايع يعني هيكون فيه قرارات وعقوبات الايفاب من خلال قانون اللعبة هيدي مساحة للحكم ان يطبق قرارات معينة في الوقت الاصلي عشان يمنع اي لعب ان يزود او يعمل وقت ضايع فبالتالي يبقى فيه عشر دقايق اتناشر دقيقة ويموت الماتش معنا صح ماتش الوداد وساندونز النسخة الاخيرة في الدور الافريقي اكبر دليل فكرة ان يتحسب عشر دقايق والعشر دقايق متلاقش منها جرى اربع دقايق ده مش هيحصل تاني اجتماع الاسبوع المقبل هيناقش فكرة تقليل مساحة الحرية لاي لعب انه يقلل الوقت الضايع هيحسبوها ازاي الله اعلم ولكن دي البنود في الخطاب اللي قدرت احصل عليه يعني من النقاشات اللي هتتم الاسبوع اللي جاي اخر حاجة اي مباراة حكم او لاعب او مسئول هيساهم في عدم تطبيق قانون اللعبة هتكون فيه اجراءات لاتخاذ قرارات حاسمة ضد من يخالف قانون اللعبة خلال زمن وقت المباراة الاصلي التسعين دقيقة اذا اجتماع انا شايف من التفاصيل اللي فيه مهم جدا الاسبوع اللي جاي والاجتماع ده ما عرفش قراراته الرسمية هتتطبع من امتى لان الموسم بدأ واي قرارات بيقولك بتبدأ مثلا من 1.6 من 30.6 ما عرفش ولكن ده كان خطاب مهم جدا حصلت عليه عن اجتماع هيتم الاسبوع اللي جاي بخصوص الايفاب عشان تعديلات هتتم سواء في قرارات الانضباطية في رقلات الجزاء الوقت الضايع اللي بيتحسب بتحديثات على تقنية الفار وكمان اصابات الرأس الارتجاجة اللي بيحصل لبعض اللاعبين ويبقى فيه مساهمة ان يكون فيه تغيير اضافي لو حصل ارتجاج لاي لعب من اصابة الرأس اثناء المباراة دي كانت نقطة مهمة لازم اتكلم عليها نقطة تانية المنظمة المصرية اللي مكافحة المنشطات اعلنت ان من اول يناير خلاص الترامدول مش هتكون مش مدرجة في المواد المحزورة لا مادة الترامدول هتكون مدرجة في المواد المحزور اي لاعب بيستخدم او بيتعاطى مادة الترامدول هتكون مادة منشطة وبالتالي سيتم يقافه زيها زي اي مادة منشطة في الفترة اللي فاتت دي كانت نقطة مهمة جدا كان لازم النهاردة اتكلم فيها مع حضراتكم من خلال برنامج التريند هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نروح لاخر اخبار التريند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج التريند نروح لاخر اخبار التريند والبداية مع تريند الاهلي حساب الوطن سبورت يتكلموا عنه في استبعاد لتلت لاعبين من قيمة الاهلي امام دياما الغاني في دور الابطال الكلام بخصوص علي معلول وطاهر وردى سليم طبعا كلنا عارفين ان في اصابات الفترة الاخيرة ردى خلاص يعني هيغيب لغاية نهاية يناير طاهر وعلي موقفهم هيتحدد بقرة مباركا عندنا تخطية من تدريب الفريف ملعب التتش والجهاز الطبي بقرة هيحسم موقف للثنائي علي معلول وطاهر محمد طاهر ولكن النهاردة على فكرة معظم الاخبار على علي معلول وطاهر اليوم السبب يقولوا الاختبار الطبي يحسم مصير علي معلول من وجهة الاهلي ومدياما الغاني بقرة معادل اختبار الطبي عشان نتأكد من جهزية علي كمان كورا بلاصي بتتكلم على موقف طاهر من لقاء الاهلي ومدياما ولكن هم أجزموا قالوا لطاهر هيغيب عن مباراة الاهلي بسبب معاناته من إصابة عضلية هننتظر لبقرة لما يكون فيه إعلان رسمي اليوم السبب يتكلموا على إن الأجندة الدولية انتهت فبيرسي تاو هينتظم في مران الاهلي غدا استعدادة لمواجهة مدياما بيرسي كان موجود في مطشي جنوب إفريقيا في رواندا في كيجالي خسره تنسف رجع للقاهرة النهاردة أجازة بكرة اجتمال الصفوف في أول مران استعدادة لبطل غانا المصر الرياضي بيقوله فيه منافسة شرسة تاريخ مباريات الأهلي وأنديد غانا قبل مواجهة مديام ده الجزء الإحصائي اللي قلتلكوا عليه إن 16 مناسبة الأهلي لعب فيها مع الفرق الغانية الأهلي كسب 6 خسر 5 اتعادل 5 عشان تكوتوكو هارسف أوكتشيلس الغاني دي كانت أبرز الفرق اللي الأهلي واجهها من الأندية الغانية نرغو الحساب يلا القورة أيضا مدياما أعلن إنه هتواجد في القاهرة اليوم الأربعاء وبالفعل النهاردة هيصل استعدادا لمواجهة الأهلي هم هيجوا بـ 21 اللاعب بجانب 11 من أفراد الجهاز الفني قيمة مدياما هتشهد ظهور الجناح الزنبابوي ماهيتشي كوادوكوشي ماهيتشي هذا اللاعب اللي انضم في الانتقالات الصيفية الماضية عنده 30 سنة صاحب خبرات على فكرة في المسابقات القرية كمال عندهم عبدالفتاح حميدو جونسان سوا نور الدين عبدالله دول كنا موجودين مع منتخب غيانا في التوقف الدولي الأخير اللي كزموا فيه مباراة وتعادلوا مباراة أو خسروا مباراة حساب الوطن الرياضي كان فيه تصرحات رئيس نادي مدياما اللي قال فيها متحمسون لمواجهة الأهلي توني أوبيان قال سنفعل ما فعلوا سندونزي في الكرة الإفريقية يا سيدي أهلا وسهلا تعال ورين هذا إصرار لدينا مدياما فريق قوي سنكون أصحاب المرحلة المقبلة نحن نقدر الأهلي جيدا خاصة أننا نواجه واحدا من أعظم الأندية الإفريقية ولكن الأهلي يخسر أحيانا أي فريق يخسر سنقاتل من أجل صناعة تاريخا جديدا تصرحات فيها ثقة دوافع لللاعبين ولكن أرضية الملعب هي اللي بتحسك كورة بلسي قاله الأهلي يحدد موقفه من بيع أليو ديانج الصحفي راح لمصدر هل في عرض الأليو ديانج المصدر في النادي الأهلي قال لا طب بترحبه قال له تبقى للعروض المالية ولكن لا جديد في موقف أليو ديانج حساب بطولات بيقوله الجواز المرشح لها محمد الشناوي هذا العام داخل في ثلاث مصابقات أفضل حارس في قرية إفريقيا في استفتاء الكاف أفضل لاعب داخل قرية إفريقيا في استفتاء الكاف أفضل لاعب في الشرق الأوسط في استفتاء جلوب سكر آخر حاجة معاه في تريند الأهلي ملعب القاهرة 24 اللوايح تعرقل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي ننتظر ونرى ولكن القاهرة 24 بيتكلم على جزء قانوني متعلق إن الأهلي خلص قيمة المعارين السبعة اللي كان حددهم الفيفا لكل الأندية عموما هنشوف إيه لا يحصل الفترة اللي جاي المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة رسالة توجهها للعيبة والجهاز قبل بداية دور المجموعات السبت اللي جاي سامح بيقول محتاجين نعالج أخطاءنا ونثبت للقرة إن أنا أبطال القرة والأميرة الصمراء الأميرة الصمراء لا تعشق غير زين النوادي النادي الأهلي أعظم نادي في الكون كونوا على العهد وحفظوا على تاريخكم العظيم نروح كمان لرسالة تانية جمال بيقول مساء الخير عاوزين نعتبر إن دي انطلاقة حقيقية للمنسب نصلح مشاكلنا نزبط التشكيل كل لعب يبزل ما في جهده كل لعب يلعب بروح الأهلي تاريخه العملاق دايماً هتلاقونا وراكو في كل لحظة ده وقت البطولة اللي تعودنا إنكم تكونوا قدها نروح كمان لتعليق عمر بيقول ربنا معاكم بتوفيق إن شاء الله إن شاء الله البطولة من نصيب المارد الأحمر نشوف رسالة تانية أحمد بيقول تحياتي لكم جميعاً قاتلوا من أجل كتابة التاريخ لأنفسكم كل الدعم لكم أهلاوي أنا والفخر ليه آخر رسالة معايا يحيى بإمكانياتكم الفنية تجاوز دور المجموعات متاح أرجو أن لا تكون بعد معاناة كما حدث من قبل مش كل مرة تسلم الجرة بزل المجهود مطلوب والتركيز في التمرير مطلوب وأنهاء الهجمة بإيجابية مطلوبة وفقكم الله شكراً جزيلاً يا أستاذ يحي على هذه الرسالة الإيجابية وشكراً لكل الناس اللي شاركت معانا في الرسالة طلبناها عشان توجهوها للعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مشوار دور الأبطال يوم السبت اللي جاي في الختام كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة يوم السبت المقبل شكراً وإلى اللقاء